10 تحديات جديدة معنا و 550 أكس بي جديد معنا بفورتنايت تحديات سيطرت الموقع الأسبوع 12 لحيفتحه معنا الساعة 4 العصر يوم الخميس إن شاء الله فأنا هلأ لحشرع لكم تحديات هدول وتسريبهم كامل ويكونوا عندك جاهزين أول ما يفتحوا التحديات الساعة 4 العصر أنا نعيم من قناة نيمو كيفكن أصدقائي إن شاء الله بخير ويلا مع بعض نشوف التحديات التحديات متل ما نعرف يا شباب هنن 10 تحديات كل تحدي مقسومة 3 أجزاء كل جزء ما تخلصوا بيفتح لك جزء ثاني وجزء ثالث لكل تحدي منفرد بس نفس التحدي بس بيزودوا عليك أرقام بالنسبة لفتح الشيس بيصير عواضمة تفتح خمسة بصير بتفتح 8 بعدين بتصير بتفتح 12 يعني سهلين أنا هلاحش راح لكم يا هن شرح كامل متمنى إنك تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرسة وأنت أول مرة عندك تشوف هذول التحديات كون الدعم بالأيتم شو بنيمو 9 ولنفوت مع بعض بأول تحدي يا شباب التحدي الأول مطلوب معنا يلي هو بدك تقتل أشخاص بمنطقة أو هانشمن يلي زارة عمامكم بالصورة ومحطة النفط منطقة محطة النفط بدك تقتل 3 أشخاص بعدين 5 أشخاص بعدين 10 أشخاص أنا برأيي أنك تنزل على محطة النفط وتحاول تقتل هانشمن زيل سكواد وحاول تقتل هانشمن قد ما بتقدر بمنطقة محطة النفط لك أنت بتخلص التحدي كل تحدي متل ما حكينا عليه 55000 XB كل التلت تحديات يعني ما يخلصوا كل التلت أجزاء من التحدي بيعطوك 55000 XB خلينا مع بعض نفوت على التحدي الثاني التحدي الثاني المعنى اللي هو سيرش أمو بوكس يلي أنت بدك تدور بأمو بوكس بمنطقة سويتي سانت يلي زهر أمامكم بالصورة منطقة الشاطئ بعدين تفتح 10 سندوق امو بعدين تفتح 18 سندوق امو بمنطقة الشاطئ هيك أنت بتكون خلص التحدي الثاني هلا أن التحديات انت يمكن أول شيء تشوفها سهلين بس بعدين يصيروا بيصعبوا وهذا الأسبوع اسبوع 12 أسهل من الأسبوع عدة عشر اللي كان معنا اللي قابل هاد هادول تحدياته أسهل خلينا مع بعض نفوت على التحدي الثالث اللي معنا التحدي الثالث اللي معنا انك بدك تقتل الأشخاص حقيقيين أو هانشمن بمنطقة زشارك اللي ظهر أمامكم بالصورة أول شيء مطلوب منك أنك انت تقتل ثلاث أشخاص بعدين تقتل خمس أشخاص بعدين تقتل عشر أشخاص أو هانشمن اللي انت بيرايحك شوف انت شو بتحب تقتل كمان أنا براقي قتيل هانشمن نفس منطقة محطة النفط بس هالمرة بمحطة الشارك أو منطقة الشارك عفوا يعني التحدي الرابع اللي معنا يا أزيقين انك انت باقي تفتح شست بمنطقة كريجي كليفز اللي ظهر أمامكم بالصورة هذه المنطقة كل عليك ان انت تفتح سبع سندي بعدين تفتح عشر سندي بعدين تفتح 17 صندوق بهذه المنطقة كريجي كليفز اللي ظهر أمامكم بالصورة انزل فتح سندي لحتى سيحر 18 صندوق وهيك انت بتكون خلاص التحدي الرابع والتحدي الخامس يا شباب يلي معنى انه بدك تركز فيه شوي لازم تضل توب عشرة بعد ما تنزل بمنطقة فرنزي فارم كيف يعني انا شرح لكم اول شي التحدي بعد لقل لكم الخطوات اول شي بهذا التحدي كله عليك انك انت تنزل اول ما تنزل من الباص تنزل ع منطقة فرنزي فارم اللي هي المزرعة اللي زارة امامك بالصورة بالخريطة تنزل على هاي المنطقة وبتحاول تضل توب عشرة يعني تحاول تضل لتوب عشرة لو انت يلعب سكواد يجب ان تضل توب عربعين لو أنت عم تلعب دو يجب ان تضل توب عشرين ولو انت عم تلعب لازم اول entscheiden يعني فاضل عشرة أشخاص هايك معناها اول شي ت بعد اختر تنزل مرة واحدة في فارم اللي شغ gdzie تجربة من الباصل بعدين بصفو ١ مرة اختر تضل توب عشرا بعدين بتنزل 3ام مرة و تضل توب عشرا بعدين بصفو ٢ مرات ضل توب عشرا هذا هو التحدي سهل كتير يعني انت حاول انزال على منطقة فرنزي المزرعة وخليك ليصيروا توب عشرة وهيك انت بتخلص التحدي سهل يعني بس بدك شوية تتخبه لو انت مالح تقدر تكمل جيم وتفوزه على الاخير حاول تخبه كل عليك بهذا التحدي انك انت تنزل وبين جودة اللي ظاهرة امامكم بالصورة كل عليك انك انت تكسر خشب هنيك اكتر من الخشب مافي كل شجرة بتعطيك تقريبا شي خمسين تقريبا يعني مؤكيد نزيل على منطقة كسر 500 خشبة جمع 500 خشبه وهيك انت تخلص اول مرحلة من هذا التحدي بعدو منه اللي عليك انك انت تجمع 1500 خشبة طب يا نعيم شلون بده تجمع 1500 خشبة في جيم واحد لازم عد للجيم؟ لا جمع 999 خشبة بعدين نرميهم نروح كسر الخشبة كمان وخوض الخشبة young 999 وهيك انت تكون أخلص التحدي بهي الطريقة اما الجزء الثالث والاخير معنا من هذا التحدي لازم تكسر 3000 خشبة نفس الموضوع جمع 999 كوبون جمع 999 رد كوبون وهيك اللي يصيروا مثلاً ألفين و رد كوبون وهيك اللي يزموا 3 ألف وهيك اللي يجمعوا معك 3 ألف هيك بتكون انت خلص التحدي سهل كتير وبسيط لو انت نزلت بين منطقة مليانة خشب وبالنسبة للتحدي السابع يا شباب التحدي السابع اللي معنى انك انت بده تكسر تادي بيرز شو هذا التادي بيرز هذا التادي بيرز يا شباب اللي هو عبارة عن شكل دب دوب أو دمية دب دوب يعني موجودة بمنطقة هولي هيج هذا اللي عليك انك انت تنزل منطقة هولي هيج يزاره مامك بالصورة كل عليك انك انت تكسر دب واحد بعدين تكسر تدبابة بعدين تكسر سبع دبابة بهاي المنطقة بتتلاقي الدبابة كذا مرة تقدر تساوية أو عكذا game تقدر تساوية كل عليك انك ان انت تنزل بتكسر دبابة و مينتلو زاره مامك بالفيديو التوضيحي هدول هدول هنني معظم الأماكن يعني انا وعم بحكي عرض طولكم فيديو معظم اماكن دبابة يعني سهل كتير انه ممكن انت تقسمن على كذا game سهل يعني بس خليك عن تنزل بهاي المنطقة والتحدي الثامنة اللي معنا يا شباب اللي هو شوي سئيل و شوي صعب كلا عليك انك انت بهذا التحدي انك انت تاخد shield او تاخد heal واحد انتين انت مخيار بمنطقة centytown او بمنطقة orchard هدول المنطقتين متل مزار امامك بالصورة غير مسميين هدول اماكن landmark بتنزل عليهم وبتاخد heal او shade لحتى يصير مية هاي اول جزء انت خلصته بعدا من انه بتنزل على نفس هاي المنطقة او على هاي المنطقة اللي انت بي رايحك لزارة امامك على الخريطة بتاخد 250 heal او 250 shade اللي انت بي رايحك انت مشان تحل هذا التحدي اعمال درج بتبني الدرج بتموت لو كان معك مثلا باندج بزوكة او متكيت او سمك بترمي حالك من فوق السلم او فوق الدرج من عمسافة عالية وهيك انت بتتدمج بتاخد heal وترتب بتعيد القصة وتخلص المرحلة الاخيرة والثالثة هذا التحدي اللي عليك انك انت تعبي shield او تعبي heal 500 بهذه المنطقتين لحتى تخلص هذا التحدي يعني اول شي مطلوب منك 100 heal بعدين مطلوب منك 150 heal او shield طبعا ومطلوب منك بعدين منك 500 heal او shield بهذه المنطقتين اللي موضحين امامك بالصورة على الماب مافي غير هاي المنطقتين تقدر تخلص فيهم هذا التحدي شرطا بهذا التحدي اما التحدي التاسع اللي معنا يا شباب اللي انت عليك تنزل بمنطقة selty spring اللي زارع امامك بالصورة اول شي كله عليك انك انت تلقي damage او تلقي ضرر للاعداء 300 بهاي المنطقت selty spring 300 اول شي مطلوب منك بعدين مطلوب منك 900 بعدين مطلوب منك 2500 damage او ضرر للاعداء هذا هو التحدي التاسع سهل كله عليك انك انت بس تنزل بسلty بتدمج الناس حتى يخلص معك هذا التحدي وانت بتشوفه بترائب هذا التحدي من عن طريق طاولة التحديات والتحدي العشر والاخير يا شباب اللي معناه اللي هو بديك تلطأت اسلحة بمنطقة ميسلي اللي زاهرة امامكم بالصورة وين بديك تلطأت اسلحة وشلون كله عليك انك انت بتاخد صنارة او بتاخد هاربون بس انا برأيي بالصنارة اسهلك لانك بالصنارة بتقدر طلعت اسلحة او نسبة اخذ الاسلحة بالصنارة اكتر من الهاربون اللي ما بيعرف هاي الفكرة بهاي الفكرة يا شباب انك انت بتاخد الصنارة وبتروح لمنطقة ميسلي اللي مضحة امامك وين مكان بتقدر تصيد بتروح لأي منطقة من هدول اماكن اللي محدد عليها انا بالخريطة اول مهمة منك او اول جزء من هذا التحدي مطلوب منك تصيد اسلاح واحد فقط بعدا منه مطلوب منك تصيد ثلاث اسلحة بعدا منه مطلوب منك تصيد سبع اسلحة بهاي المنطقة اللي زهرة امامك بالصورة اللي هي عند مستي اي مكان بهذا المكان حوالين الدور الحمراء اللي انا هتطلق ياها بتقدر تصيد وتقدر تجيب اسلحة وبنحسب لك هذا التحدي ان شاء الله بكل سهولة بس انت خلص هاي المنطقة عند مستي عند المي هيك انت بتكون خلصت التحدي التحديات سهلة وما بده كتير شغل يعني بس هدول التحديات بيعطوك 550 الف اكس بي مع الاسبوع الماضي بيعطيه 550 كمان الف اكس بي هيك صار معنا مليون ومية اكس بي يعني التحديات حلوة ورائعة على حتى تقدر تلفل بسرعة تقريبيا كل اسبوع بهذا الشي بيعطيك 10 لفلات او اكتر الله مااني حاسب انا مزبوط الصراحة بس بيعطيك تقريبا لا يقول عن 5 او 6 لفل اقل شي حسب اللفل تبعك لانك كل ما كان لفل تبعك عالي لو انت كنت لفل 200 بيحتاج منك من لفل 201 ل202 اكس بي كتير او انت مسلا لو كان عندك لفل 50 بداك ترفع ل51 ما بيطلب منك اكس بي كتير هيك هي نظام اللعبة ونظام هادا السيزون هادا هو منسبة شرح تحديات الاسبوع الاثناش تحديات سيطرت الموقع سهلين كتير وبتمنى تكون انت استفرت من هادا الفيديو وعرفت كل شي تفاصيل كاملة تبعي تحت بالتعليقات لو انت محتاج اي شي انا بساعدك وشكرا لك زي كملت المقطع الاخير قد الدعم بالعاية تنمشو بنيمو 9 وبرعايت الله موسيقى